من أخطر ملفات الفساد بالكويت هو ملف تزوير الجناسي للأسف أن بعض نواب الأمة يتعمدون أغلاقه وعدم التحقيق فيه لأنه سيكشف حجم التلاعب والفساد الإداري ثم النواب هم من وافقوا على تكليف لجنة مستقلة للتحقيق في تزوير الجناسي أما الباجي استمروا على نهج عدم التحقيق في هذا الملف واهتموا في محاولة تقرار قانون معيب دستوريا وقانونيا يكافؤون فيه المخالفين الإقامة بإعطاهم حقوق ليس من حقهم أخذه لكن يجب محاسبة من أقفى جوازه وزور الجنسية أن يوم يتطلب من الحكومة أن تقف مع النواب الذين يؤمنون أن الكويت الكويتيين وأن يتم تطبيق القانون ومحاسبة من قام بالتزوير يجب أن نسرع اليوم لتشريع قانون لهيئة مستقلة للجنسية والجوازات ونعطي الدعم الكامل للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لإنهاء هذا الملف أكررها هناك رجال بالبلد يدافعون عن الكويت هناك نواب شرفاء يحافظون على نسيجها الاجتماعي وعلى أموالها ستبقى الكويت لها الحب ترجمة نانسي قنقر